سيدتي وسادتي وردنا للتو أن مصدراً عسكرياً رفيعاً بقيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية ذكر أن الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية لاحظت نشاطاً لمجموعة بالمنطقة تعمل في تهريب السلاح وأضاف أن استخبارات منطقة البحر الأحمر تمكنت من ملاحقة هذه المجموعات التي تعمل على إدخال الأسلحة والذخائر في المناطق الشرقية من البلاد وتقوم بإيصال هذه الأسلحة للمتمردين وفض المصدر أن شعبة الاستخبارات تمكنت من مصدرة مجموعة من الأسلحة والذخائر جنوب محلية سواكن بولاية البحر الأحمر قادمة من دول أجنبية ويجري الآن رصد هذه المجموعات التي تتعامل مع المتمردين لإيصال الإمداد الخارجي لهم